تحركات دولية متلاحقة لتأمين الملاحة في هرموز ومواجهة التهديدات الإيرانية ففي البحرين يعقد اجتماع لعسكريين أمريكيين وبريطانيين وآخرين من دول أوروبية لمناقشة خطة التعامل مع إيران وتوفير الحماية للملاحة في مضيق هرموز وفق ما كشفت الغاردين البريطانية الصحيفة أوضحت أن بريطانيا تسعى هي الأخرى إلى دفع ألمانيا للمشاركة في تشكيل قوة أوروبية لحماية المضيق الدولي الهم الغاردين قالت أيضاً أن الاجتماع يأتي ضمن مساعة بريطانية إلى بناء جسر بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة للتعاون في الخطة التي تسوقها بريطانيا لحماية الملاحة في مياه الخليج إلا أن بريطانيا تعي أن أي خطة في الخليج العربي لن تنجح دون تعاون من الولايات المتحدة التي تحتفظ بأكبر تواجد عسكري في المنطقة التي يمر بها أكثر من خمس نفط العالم ما كشفته الغاردين يتوافق مع ما أعلنت السفارة الأمريكية في برلين عن طلب واشنطن من ألمانيا المساعدة في حماية الملاحة في مياه الخليج لكن برلين لم تعطي إلى الآن أي موافقة على المشاركة على الخطة الأمنية بقيادة الولايات المتحدة في هرمز التوتر بين واشنطن وطهران في مياه الخليج حضر بقوة خلال اتصال هاتفي بين ماكرون وروحاني فاريس أعلنت أن الرئيس إمانيوال ماكرون أجرى مباحثات هاتفية مطولة مع نظيره الإيراني وذلك للمرة الرابعة خلال شهرين طالب خلالها بتهيئة الظروف من أجل نزع فتيل التوتر مع واشنطن ترجمة نانسي قنقر